اه ده 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 ايه اه ما ده ناشي عاليش ده ده اقول لك انا ايه واذا بي منتفاجئ انه سيد مقتدى ينسحب زين تسحب ليش المن المن تتركها تتركها الخصمك اذا خصمك الى حق يفوز زين باي حق انت تططي الفوز ما لبتاك اللي ينتخبوك الناس تطيل خصمك هل انت مخول ان تططي الفوز لخصمك يعني الجماعة اللي انتخبتك تقبل على الشغلة يجوز ما تقبل فاكو ارتباك السحاب السيد الصدر بانه مثل ما اقول العراقي السبب يريد يشعرهم تائر الصدري انه هو القوة الوحيدة وما احد ينافسك انت تكون قوة وحيدة بس مو ما احد ينافسك ما يصير لازم لازم بالتنافس تبين قوة وحيدة انت قوة شعبية بالتأكيد ولا توجد قوة نافس التائر الصدري بالتأكيد لكن مو يعني هذا انه نجي حزب الدعوة انكسلها الحكيم انكسلها الحزب الشيوعي المناظل انكسلها التيار القومي انكسلها هذه التيارات والاحزاب العريقة كذا كلها انكسلها زين هل عندك مشروع هل فاوضت فاوضت الناس فالسيد الصدير يحتاج الى خبراء اشتركوا في القناة